حط الخلة على السابون وهترتاح من أكتر مشكلة بتقبلك الفيديو كله مليان أفكار جميلة جدا هتعجبك بإذن الله يلا بنا بقى نشوف أول فكرة معنا إيه لو طلعت اللبس الشتوي ولقتي بقى موبر معاك بالشكل اللي انتو شايفينه ده هنعمل بقى فكرة سهلة وبسيطة جدا وهتعجبك جدا هتبدأي بقى تجيبي مكنة الحلاقة وهتبدأي بقى تشيل الوبر معاك بالشكل اللي انتو شايفينه ده هتطلع بقى معاك بمنتهى السهولة سواء بقى عندك تشيرت أو مثلا بانطلون هيطلع بقى الوبر معاك بكل سهولة شايفين بقى ما شاء الله مفيش أسهل منك صراحة الوبر ده بيبقى شكل وحش جدا بيخلي كده اللبس معنا أكنه قديم وأكنه بقاله كتير عندي فطبعا فكرة بقى المكنة هنا هتخلي بقى السويتشيرت معاك أو مثلا بانطلون هتخلي بقى معاك جديد وزي الفل وأكنك كده لسه مش ترياء وجايبين وطبعا وانت بتعملي بقى بالماكنة خلي بالك عشان خاطر اللبس ما يتقطعش معاك يعني عملي كده بالروحة خالص بالشكل اللي انتو شايفينه دوت شايفين بقى كمية الوبر اللي تلعت ان شاء الله تجربي فكرة المكنة ديت وتعجبك جدا وأتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد وأتمنى بقى لو أول مرة تشوفي صفحتي أنا اسمي عمير عشور أتمنى بقى تنوريني واتدوصل لك ومتابع عشان يوصل الكل جديد بإذن الله لو زقتي بقى تربيزة أو كان بقى أو كرسي بتسيب بقى علامة كده وتجرح السراميك معي كهنعمل بقى فكرة سهلة وبسيطة جدا هتجيبي بقى سنة صغيرة جدا من معجون الأثنان وهتبداي بقى تفرديها معاك بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهتسيبيها بقى المدة ربع ساعة وهتبقى قطعة من السلك الخشن ده وابداي بقى دعاك كويس جدا هتلاقي بقى طلعت معاك بمنتهى السهولة بصراحة مفيش أسهل من كده إن شاء الله تجربي الطريقة ده وهتعجبك جدا الفكرة دي بقى جميلة جدا هتجيبي معلقتين كبار من الخل ومعلقة كبيرة من الصبون السيل ونص معلقة صغيرة من السكر وربع معلقة صغيرة من البيكنج بودر أو الكربوناتو المتوفر عندك ده فيه وقلبي بقى المكونات كويس جدا مع بعض عايز أقولك بقى الخلطة الرهيبة اللي احنا عاملينها دا مش تخليليك بقى فيها موش خالص في مطبخك شايفين بقى الهموش كله بيسقط كده جوه الطبق نفسه بالشكل اللي انتو شايفينه ده بجد فكرة سهلة وبسيطة جدا ومكوناتها في كل بيت إن شاء الله تجربي الطريقة دي وهتعجبك جدا وهتدعيلي علي لا تنسيش بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد تعالي بقى أقولك على فكرة سهلة وبسيطة جدا وهتنفعك جدا لو عندك بقى حوض المبخ معاك بالشكل اللي انت شايفاه دوت طبعا لما بيجي على الرخامة مية في الحتة المفتوحة دي بتسرب معاك المية وببهدل معاك الدنيا هنعمل بقى فكرة سهلة وبسيطة جدا هتروحي بقى عند أي موان وهتقوليله عايزة السيليكون الحراري بصراحة أنضف سيليكون ممكن تستخدمي وهجب بقى المقص وهفتحها بقى معايا بالشكل ده وابدأي بقى أخطي على حرف الحود بالشكل ده بقى هيمسك معاك في الرخامة والحود واستحالة بقى كده ينزل مية معاك أبدا وبعد ما تخلصي بقى حوالين الحود كله وهو ليخ سطري كده جيبي بقى منديل وابدأي بقى أشيلي أي زيادات عشان خاطر طبعا لما بينشف بيبقى شكله وحش جدا معاك أتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد وكده بعد ما نشف معايا وطبعا دي بقى فاضت مني طبعا مش هرميها لا أفلتها كده ممكن برضو احتاجها في أي حاجة تانية ألاقي كده سيليكون عندي إن شاء الله جربي بقى الفكرة دية والطريقة دية وتعجيبك جدا وأتمنى بقى لو أول مرة تشوفي صفحتي أنا اسمي أميرة عشور أتمنى بقى تنوريني وتدسل لكم وطبعا عشان يوصل لكل جديد بإذن الله كلنا بقى أو معظمنا عندنا الجرابات الشفافة دي أول كده ما تصفر معاك بتبقى شكلها وحش جدا هنعمل بقى فكرة سهلة وبسيطة جدا هنرجعها بقى معانا جديدة وزي الفل هجيب بقى معايا الورنيش أو الغرق أو السمغ أي حاجة متوفرة عندك اشتغل بيها ما فيش أي مشكلة خالص وهجيب بقى فوشة السنين طبعا تكون بقى قديمة عندك كده وما بتستخدماش أو أي حاجة كده تحط بيها وهتخذي بقى من الورنيش وهتحطي بقى على الجراب بالشكل اللي انتو شايفينه ده كده حطيت الورنيش من فوقه من الجناب ما تنسيش الجناب عشان يبقى شكله معاك حلو في الآخر وهتجيبي بقى أي لون جليتر اللي هو البرونزة هتلاقيه في أي مكتبة هاتي كده أي لون انت بتحبيه وتفضليه وهتبداية ترشيه معاك بالشكل اللي انتو شايفينه ده على الجراب عايزة أقولك بقى هنا ممكن تحطي لونين أو ثلاثة أو ممكن تسيبيه كده لون واحد زي ما أنا ما بعمل هيبقى شكله معاك حلو في الآخر وهنفضه بقى كويس جدا من أي زيادات فيه وهبتدي برضو أعمل من الجناب أتمنى بقى لو وصلت معا لحد هنا في الفيديو متنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد شايفين بقى ما شاء الله شكله جميل جدا معايا ازاي وطبعا كل البرونزة اللي وقع مش هنرميها هنحطه في العلبة تاني وسيبيه في أي مكان فيه تهوية عشان ينشف معاك وبالشكل ده الجراب نشف معايا وبقى تمام شايفين بقى ما شاء الله شكله جميل جدا معايا ازاي يعني أكنك كده مش ترياة مش عاملا ان شاء الله تجرب الفكرة دي هتو تعجبك جدا وأتمنى بقى لو وصلت معا لحد هنا في الفيديو متنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد وأتمنى بقى تنوريني واتدوصل لكم وطبع عشان يوصل لكل جديد أنا بنزله بإذن الله الفكرة دي بقى سهلة وبسيطة جدا وهتنفعك جدا تستخدمي كده لو صن الخشب بتاعة الشيش توق ولسه بقى جايبها كده جديدة معاك اوعي بقى تستخدميها كده على طول لا هنعمل بقى خطوتين مهمين جدا قبل الاستخدام أول حاجة هفتحها بقى معايا بالشكل اللي انت شايفاه دوت هتجيبي بقى أي طبع عندك وهتخط فيه ميا عادي خالص من الحنفية وهتبدأ تنزلي بقى بالعصيان وبعد كده هتنزلي بقى بربع كبية من الخل بالشكل اللي انت شايفاه دوت وهنزل كمان بمعلقة صغيرة من الملح يبقى كده حطينا ربع كبية من الخل ومعلقة صغيرة من الملح وهسيبهم بقى منقعين كده لمدة ربع ساعة على الاقل عايز اقولك الخطوتين دول مهمين جدا قبل الاستخدام عشان يضيعوا بقى ريحة الخشب نهائي وبعد ربع ساعة بتجيبي بقى ميا نزيفة خالص من الحنفية من غير بقى ولا خل ولا ملح وبتنقعيهم برضو لمدة ربع ساعة وهتطلعيهم بقى وتنشفيهم معك كويس جدا وتستخدميهم بقى ما فيش أي مشكلة خالص احنا كده طلعنا ريحة الخشب منهم بمنتهى السهولة جربي بقى الطريقة ديت ومش هتلاقي بقى ريحة الخشب معك نهائي ان شاء الله تجربيها وتعجبك الفكرة جدا وأتمنى بقى لو اول مرة تشوفي صفحتي انا اسمي اميرة عشور أتمنى تنوريني وتدوسي اللايك ومتابع عشان يوصل لك كل جديد بإذن الله تعالي بقى اقولك على فكرة سهلة وبسيطة جدا بدل ما ترميها تستفادي بيها أول كده ما فرشة الشيش تتكسر معاك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اوعي بقى ترميها هتجيبي بقى بديل أو تغيير الفرشة عايزة اقولك بقى بتنظف أحلى من الفرشة نفسها وبتبقى عند أي محل أدوات منزلية وهتدخليها بقى وبيبقى فيها كده القستج بالشكل اللي انتوا شايفينه فهيمسك معاك على طول عايزة اقولك بقى هنا أفضل كمان من الفرشة نفسها يعني تقدري كده تشليها وتحطيها وتخسليها مفيش أي مشكلة خالص وبالشكل ده استفدت بيها بدل ما ترميها بجد فكرة جميلة جدا ان شاء الله تجربيها وتعجبك جدا وأتمنى تعملي بقى مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد لو أول مرة تشوفي صفحتي أنا اسمي أميرة عشور أتمنى بقى تنوريني وتدوصي لكم وطبع عشان يوصل لكل جديد بإذن الله شايفين بقى الجمال لو عرفت بقى فوائدها مش أبطل تعمليها نعملها بقى طعم ورحة زمان عايز أقول لكم حرفيا طعمها ورحتها الطحفة جدا دي بقى مش ملوخية دي اسمها خبزة لو ما جربتهاش بجد فايتك كتير يلا بينا بقى نشوف الطريقة الجميلة دي تعملناها إزاي جبت بقى ثلاث حزب من الخبزة بخمسة جنيه قوليلي بقى في التعليقات عندكم وصلت لكام وطبعا ممكن تزود الكمية أو تقليلي برحت الخالص وأرتفتها وغسلتها وهوتها بقى كويس جدا هجب بقى المخرطة وبداي بقى خرطيها معاك أكنك كده بتخرطي الملوخية معاك بالزبط أنا بصراحة ما بقتنعش بالخلاط أو الكبة أحلى حاجة كده المخرطة في الملوخية والخبزة وهاتي أي نوع شربة بقى عندك فراخ أو بط أو لحمة الشربة اللي أنا مستخدمها دي شربة بط لو ما عندكش حطي مرق الدجاة ومعايا معلقتين كبار من الرز وغسلهم صفيات كويس جدا وحطهم على الشربة طبعا ممكن تزاودي كمية الرز برحتك خالص وأول بقى ما الرز يخش كده في السيو هتحط بقى الخبزة شايفين بقى ما شاء الله خضرة وجميلة جدا معايا ازاي وبيبقى طعمها ورحتها تحفة جدا لو ما جربتش الطريقة دي بجد فايتك كتير جربي بقى الطريقة دي هتعشقيها وأتمنى بقى لو صلت معايا لحد دينا في الفيديو ما تنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيع وهضيف كيس مرقة الخضروات من كنور بقى طعمه تحفة معاك هنعمل بقى الطشة هتجيبي بقى معلقة كبيرة من استنى البلد ومعلقة كبيرة من الطوم المفروم وأول بقى ما الطومة تصفر كده معاك هتبتدي بقى تنزلي بمعلقة صغيرة من الكزبرة النشفة طبعا بنحطها في الآخر عشان ما تمررش معاك لا احنا عايزينها كده تدينا بس رحة التحميسة الحلوة مع الطومة وأول كده ما يصفروا مع بعد هتحطيهم بقى على الخبزة وأحلى طشة دي واللي ايه بجد عايزة اقول لكم رحيتها تحفة جدا ان شاء الله تجربي طريقة الخبزة دي وهتعجبك جدا ولو مش بتحبيها هتعشقيها أتمنى بقى لو أول مرة تشوفي صفحتني اسمي أمير عشور أتمنى بقى اتنوريني وتدوصل لكم وطبع عشان يوصل لكل جديد بإذن الله وما تنسيش بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد